موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد خصصنا حلقتنا هذه للحديث عن ظاهرة مجتمعية واقتصادية وسياسية لا يكاد أحد في هذا العالم ينجو من ضرباتها وآثارها وهي ظاهرة الفساد يتركز الحديث اليوم عن مفهوم الفساد وتحديده من المنظور الإسلامي والأسباب الباعثة على تكون هذه الظاهرة كما نعرج على أبرز صور الفساد وآثارها على الفرد والمجتمع وكذلك الكيفية التي تعامل بها الإسلام مع هذه الظاهرة الخطيرة كل هذه التفاصيل تأتيكم امتباعا بعد هنيها موضوع حلقتنا هذه نبحثه مع ضيفنا الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور قد يكون من أهم خطوات تجنب أي ظاهرة سلبي أو أي شيء معرفته والعلم به ومن ذلك نريد أن نعرف مفهوم الفساد لكن قبل أن أسألك عنه في المنظور الإسلامي أن قل لك تعريفين مهمين حقيقة منظمة الشفافية الدولية تقول بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة ذاتية لنفسه أو لجماعته بينما يعرفه البنك الدولي بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب وهناك تعريفات أخرى كثيرة دكتور ماذا عن تعريف الفساد أو مفهومه في المنظور الإسلامي؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد تحياتي لك أستاذ جهد والأستاذ المشاهدين حياكم الله طبعا التعريفات التي أوردتها عن البنك أو عن منظمة الشفافية هي تعريفات محدودة في المنظور الإسلام وهذه التعريفات ركزت على الجانب المالي فقط أما الإسلام فالفساد عنده أو يعني في منظوره واسع ومتنوع وشامل لكل جنبات الحياة سواء في العقيدة أو في العبادة أو في التصورات أو في الأخلاقيات والسلوكيات أو في التعامل المالي الذي ركزت عليهم منظمة الشفافية أو البنك الدولي الفساد بشكل عام يعني العرب استخدمت الفساد ضد الصلاح طبعا هذا من عيوب التعريف يعني عند المناطق لكن على أي حال واحد زي سيبويه مثلا جمع الفساد على فسدا قال جمع فاسد فسدا وقال هي على وزن هالك وهلكا قال لأنهما يتقاربان في المعنى فالفساد والهلاك متقاربان الفساد في المنظور الإسلامي هو تغير ينقل الفرد والمجتمع من حالة الاعتدال والاستقامة والصلاح إلى آفاق أخرى أو إلى سنن أخرى وإلى طرق أخرى مدام الإنسان غادر الصلاح وغادر الاستقامة وغادر الاعتدال فإذن لا بد أن يكون قد وقع في أطر الفساد وفي طرق الفساد وهذا الفساد في التصور الإسلامي فساد شامل فساد في العقيدة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهو أخطر عنواته وهو طبعا أخطر شيء لأن هذا الفساد العقدي سيترتب عليه فساد تشريعي وفساد أخلاقي وسلوكي طب لو أذنت لي دكتور وصف يعني هذا ربما يتعلق بصور الفساد وسنفرد لها حديثا واسعا بعد الفاصل في المحور الثاني لكن وأنت عرفت أن الفساد هو الانتقال من طورا إلى طور بناء على سلوكيات وأخلاقيات وحال معينة أريد أن نسألك عن معيار الحكم على الفساد ما هو المعيار الذي ينطلق منه المسلمون في الحكم على هذا الشيء بأنه فاسب من عدمه المعيار هو الاعتدال والتوسط إذا غادر السلوك أو التصور أو الأفعال أو التصرفات سبل الوسطية وسبل الاعتدال وسبل الصلاح فهو فساد في المنظور الإسلامي وهذا هو المعيار والصلاح لا ينكره الناس بالفطرة يعني من عظمة الإسلام أنها متسق مع الفطرة ومتفق معها والأحكام الشرعية تؤسس على الفطرة بحيث تحفظها وتبقيها وتجعلها مستمرة سالمة مستقرة مستمرة كما خلقها الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالناس يعني حينما يسود العدل هذا صلاح حينما يسود الأمن هذا صلاح حينما يسود الخلق الراقي الراقي النجدة والإغاثة ويعني قضاء مصالح الناس والسعي فيما يصلح الناس وإبعاد الأذى والضرر عن الناس هذا في العرف الفطري البشري المجرد هو صلاح لا أحد يختلف على هذا فعندنا رصيد الفطرة شاهد على أن الصلاح الفطرة معيار إحدى معايير الصلاح هي الفطرة هي ما تعارف عليه الناس بشكل عام لأن الناس بشكل عام لا يتعارفون إلا على ما يصلحهم ويبعدهم عن الفساد والإمام بن عقيل عرف السياسة بشكل عام قال هي ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد يعني حتى السياسة الشرعية أي حاكم أي مسؤول أي مدير أي وزير أي مسؤول في أي مكان لا بد أن تكون تصرفاته وتدابيره تقرب الناس من دائرة الصلاح وتبعدهم من دائرة الفساد أي معيار يحكم على هذا معيار الفطرة معيار العرف الذي يتعارف عليه الناس بشروطه المعتبر طبعا لأن الناس بشكل عام كما قلنا لا يتعارفون إلا على ما يصلحهم ويبعد الفساد عنهم وهذا من عظمة الإسلام في جعل العرف مصدرا من مصادر التشريع لأن الشريعة الإسلامية لم تأتي لتهدم حياة الناس ولم تأتي لكي تبدل أحوال الناس أياً كانت هذه الأحوال وإنما جاء ليقر ما عليه الناس من صلاح ويغير ما عليه الناس من فساد والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهذا التغيير يعني زوحى الدي الله تعالى لا يغير ما بقوم إن كانوا على صلاح لا يغير حالتهم إلى فساد وإفساد إلا إذا غيروهم ما بأنفسهم ولا يغير حالتهم من فساد وإفساد إلا إذا أرادوهم وغيروا حالة الإفساد والفساد إلى حالة صلاح وإصلاح فهذا هو التغيير وهو لب عملية الصلاح والإفساد في المنظور الإسلام كلام جميل دكتور أريد أن أسألك أيضا تحريرا في المعنى زيادة في تحرير المعنى هل سمت علاقة بين الفساد وبين مقاصد الشريعة من الحفاظ على الضرورات الخمس كيف يمكن أن نحرر العلاقة؟ طبعا هي أصلا موضوع مقاصد الشريعة هي المصالح والمفاسد والإمام الميتامية رحمه الله تعالى قال إن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودر المفاسد وتقليلها حسب الإمكان وتلميذه الإمام بن القيم في الجزء الثالث من إعلام المواقعين في صفحة ثلاثة على ما أذكر يقول في بداية المجلد يقول إن الشريعة رحمة كلها وحكمة كلها ومصالح كلها وعدل كلها فكل مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة ومن العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها ومن العدل إلى الظلم فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأول حتى لو أقحمت على الشريعة فإنها ليست منها على الإطلاق أقحمت بقى بفعل الهواء بفعل سن قوانين تعارض قوانين الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية مسكونة بمصالح العباد وكل أحكام حتى الإمام العز بن عبد السلام كل كلام العز بن عبد السلام في كتابه القواعد الكبرى في كتابه شجرة المعرف والأحوال في كتبه عن مقاصد العبادات في تفسيره أو في فتواه أو في كل ما قاله صدر عن هذه النظرية ورأى الشريعة الإسلامية من هذا المنظور منظور المصلحة قلب المصلحة ودفع المفسد حتى إنه جعل دفع المصلحة المفسدة من جملة المصالح فأدار الشريعة كلها على جلب المصالح لكن يعني معذرة دكتور قد يعني المخالفون لنظرية المقاصد أو التوسع في نظرية المقاصد قد يقولون لك بأن العز بن عبد السلام وابن تيمية وحتى الإمام الشاطي بكلهم كانوا يرون المصلحة الأولى والأهم والأكبر والمهمين على كل المصالح هي في تحكيم الشريعة هي في إعزاز الشريعة في رفع كلمة الله أليس كذلك؟ هو يعني بلى وهو ما الشريعة إلا مصالح وما المصالح إلا شريعة ونحن عندنا المصالح ليست خضيع لأهواء الناس المصلحة من ضوابط المصلحة أن تكون عامة أن تعم الناس أن يتحقق بها دفع ضرر وأن يتحقق بها جلب إصلاح وصلاح لعموم الناس وليست لمصالح شخصية تعود على حاكم أو على مسؤول في مكان من الأماكن وأن لا تكون معارضة لقاعدة من القواعد لمقصد من المقاصد لمعنى مقرر من المعاني الكلية فالمصلحة عندنا منضابطة ولها معايير تعرف بها والشريعة الإسلامية كلها مصالح حتى ما يرى الناس ظاهره مفاسد هو صلاح وإصلاح للناس في الدنيا والآخرة يعني دائرة الإصلاح في الإسلام هي شاملة ونحن نتحدث عن الإصلاح قبل ذلك في حلقة مستقلة نعم طيب دكتور الآن نتحدث عن الأسباب من أين ينشأ الفساد كيف ينشأ من أين ينشأ أسبابه بواعثه طبعا أتحدث طبعا دائما من المنظور الإسلامي صحيح صحيح الفساد طبعا يعني أعظم أسباب الفساد وأكبر بوابة يدخل منها الفساد هي ضعف الوازع الديني ضعف الضمير الديني ضعف وجود الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس ضعف ملاحظة المراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ضعف استحضار اليوم الآخر في حياة الناس ولذلك هذه الأبعاد الغيبية الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة لنا لكنه شاهد وحاضر لا يغيب سبحانه وتعالى ثم في القرآن الكريم يقول الله تعالى والله على كل شيء شهيد سورة المجادلة ثم يعني يأتي بتجليات لهذه الشهادة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة سلاسة إلا هو رابعهم لو كانوا ثلاثة بيتكلموا فهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم أينما كنت الله سبحانه وتعالى معك يعني إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفي عليه يغيب فهذا الاستحضار استحضار شهادة الله اسم الله الشهيد اسم الله الرقيب اسم الله البصير السميع السيدة عائشة يعني لما جاءت المرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام فقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكر قالت السيدة عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات يعني كنت جوار النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسمع ماذا تقول هذه المجادلة للنبي وسمعها الله تعالى من فوق سبع سماوات وأنزل بشأنها قرآن نتلى إلى يوم القيامة كانت مع النبي في نفس الغرفة ولم تسمع هذه المجادلة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها الله سبحانه وتعالى فالإنسان حينما يعني يستحضر هذه الرقابة الإلهية ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع ويرى ويسمع وشهيد على كل شيء الله شاهدي الله مطلع علي الله ناظري هذه المعاني كلها تجعل الإنسان يكف نفسه عن معاصي الله وأعظم معصية هي الفساد هذا الفساد من أعظم المعاصي طب دكتور أنت في المجتمعات المسلمة الآن ترى ناس غير متدينين بل ربما غير مسلمين لكنهم غير فاسدين وترى آخرين متدينين وفاسدون فهذا ربما فيه نوع من الرد على ما تفضلت به بأن منشأ الفساد والبعد عن الشريعة نعم هو طبعا الأبعد التي نقولها سنكمل الأهناء البعد الآخر هو استحضار أن الإنسان بعد الموت سيبعث أمام الله تعالى ويحسب على كل شيء وهذا الحساب كما قال السلف الصالح من علم أنه ميت آمن أنه مبعوث ومن آمن أنه مبعوث علم أنه موقوف بين يدي الله ومن علم أنه موقوف فلابد أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا استحضار اليوم الآخر والبعث وموقف الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن هناك جنة ونارا وأن هناك خبرا فيه عذاب وفيه نعيم هذا يجعل الإنسان إذا استحضر هذه الأبعاد الغيبية تجعله يكف نفسه عن الفساد وعن المعاصي بشكل عام هناك ناس لا علاقة لهم بالإسلام ولكنهم صالحون صالحون في سلوكهم صالحون في تصرفاتهم هذا رصيد الفطرة رصيد الفطرة الأساسي عندهم فطرتهم سليمة وهؤلاء كثير منهم يسوب إلى الإسلام ويعود إلى الإسلام لأن الإسلام يتناغم كما قلت مع الفطرة والإمام الطهر بن عشور قال إن حفظ الفطرة من مقاصد الشريعة الإسلامية وأن أحكام الإسلام مبتنات على رعاية الفطرة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يتعارض خلقه مع شرعه الله تعالى خلق هذا الكون وفق نظام محكم وخلق هذا الإنسان سبحانه وتعالى وفق نظام محكم فطره على أشياء وخلقه على أشياء وهيأه لأمور يقوم بها فجاء الشرع الشريف متوافقا ومتناغما مع هذه الفطرة التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى والله تعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم يعلم من خلق أو بلى يعلم من خلق طيب ثم ماذا مادام يعلم من خلق وهو كذلك فلابد أن يكون شرعه متسقا مع خلقه ولابد أن تكون هذه التشريعات القرآن الكريم الكتاب المسطور كما يقول العلماء يعني متناغم ومتكامل مع الكون المنظور والإمام الشيخ محمد الغزالي يقول إن الذي أنزل الكتاب هو الذي أجر السحاب فالصلاح الذي نراه في بعض الناس وهم ليسوا مسلمين هذا هو رصيد الفطرة عندهم تمهي العرب يا أخي قبل الإسلام العرب الجاهلية في عصر الجاهلية كانت عندهم أخلاق أخلاق النجدة أبو جاهل نفسه اللي هو يعني فرعون هذه الأمة يعني استحيى أن ترفع يده على امرأة وقال حتى لا تتحدث العرب بأن أبا جاهل قد تعدى على حرمات النساء أو اعتدى على النساء أبو جاهل فكانت عندهم حتى عنتره ابن شداد وهذا في عصر الجاهلية كان يقول وأغض طرفية إن بدت لي جارتي حتى يداري جارتي مأواها فهو هنا يعني حتى غض البصر كان موجودا في الجاهلية فهذه الأخلاق الأساسية الإنسانية جاء الإسلام ليكملها والإسلام لم يأتي لكي ينشئ أمورا من الصفر الله النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعست لأتمم صالح الأخلاق قال مسلي ومسل النبيين من قبلك مسل رجل بنى بيتا فجعل الناس يطوفون حوله ويقولون ما أحسن هذا البيت وأجمعون هناك بيت موجود هناك رصيد وحي موجود ورصيد فطرة ورصيد خلق موجود لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليكمل ويتمم والله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلامة لإكمال والإتمام معناه أو مقتضاه من الدلالات الالتزامية أو التضمنية كما يقول الأصوليون أن هناك شيء أن يكمل وهذا الشيء هو ما نتحدث عنه الآن هو رصيد الفطرة هو آثار الوحي السابق على رسول الله صلى الله عليه وسلم والممتد في وجدان البشرية وفي عمق البشرية كل هذه أسباب تجعل الإنسان يعني إذا غابت هذه الأبعاد الأبعاد الغيبية وأبعاد حتى الرجولة والشرف والنخوة والكرامة والإنسانية بشكل عام كل هذا يجعل الإنسان يقع في الفساد ويبعد عن الصلاح وما تستحضر كل هذه الأمور بإذن الله تعالى سوف يستقيم على الجادة ويبتعد عن موارد الفساد لكن ثم التجوانب خفية تحتاج إلى مزيد بيان دكتور في مجتمع ربما تكون بيئة محافظة متدينة أسرة متدينة ينشأ خمسة من الأبناء أو ستة أو سبعة إلى آخره ترى واحدا منهم أو اثنين يعني ينحرفون أو يفسدون في أخلاقهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم هل من تفسير هل الأمر جيني قائم على الجينات أو المورثات أم القضية خارجية ليست داخلية خارجية متعلقة بالبيئة علما أنهم نشأوا في بيئة واحدة يعني الأمر قائم على عدة أمور أول هذه الأمور الإنسان ذاته أنت كإنسان هل أخذت بأسباب الصلاح والإصلاح أم لا والله تعالى قال إن الله لا يغير ما بقول هل يعني سلمت عقلك للوحي الشريف وطلبت من الشرع أن يصحح لك تصوراتك وأن تبني حياتك كلها بكل جوانبها المختلفة على سنن من القرآن والسنة أم أنك تمشي حيث ما تفق أيضا من الأمور التي تؤثر على المثال الذي تفضلت بذكره البيئة التي يحياها الإنسان الإنسان الأسرة الأب والأم ليسوا هم كل شيء الأباء والأمهات ليسوا كل شيء في الإنسان لكن هذا لا يقلل من أهمية الأسرة وأهمية ما يقوم به الأب والأم هناك أصدقاء هناك قرناء هناك مدارس هناك مؤسسات مختلفة في المجتمع ثقافية ورياضية وكذا وكذا كل هذا قد يؤثر على الإنسان ألا يمكن أن ينشأ الفساد دكتور ببعد قدري لا دخل للبيئة والإنسان لا لا أبدا لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان ما يريده الإنسان الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وهكذا والذين آمنوا لنهدي أنهم سبولنا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا حتى في أواخر سورة التوبة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فهنا الإرادة الإلهية طبعا سابقة على فعل الإنسان بحكم علم الله المطلق لما سيفعله هذا الإنسان فإذا فعل الإنسان الخير يسر الله له الأسباب وإذا فعل الإنسان الشر وأفسد وفسد يعني فتح الله له أبواب الفساد يعني هل هنا فعل الإنسان ناتج عن قدرة مستقلة عن قدر الله؟ طبعا طبعا مستقلة عن قدر الله؟ القدر شيء والمشيء شيء أخر قدر الله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء مطلع على كل شيء المشيء مستقلة هنا عالم بكل شيء الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان بحسب إرادة الإنسان والله تعالى يعلم إرادة الإنسان قبل أن تكون أصلا بحكم أن علم مطلق مطلق عن الزمان ومطلق عن المكان فكما قلنا الإنسان حتى حينما يبتهد حينما يتعلم حينما يسلك سبل العلم يسر الله له هذه السبل الإنسان الذي يريد العفاف أليس هناك حديث في سنن الترمذي وفي غيره بسند الحسن عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلاسة حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح يريد العفاف خذ بالك معايا من كلمة يريد المكاتب يريد الأداء والناكح يريد العفاف مدامة الإرادة البشرية موجودة فالله سبحانه وتعالى يسر يسر بالعون قال العلماء هذه السلاسة السلاسة أمور تقسم الظهر ولا يمكن للإنسان أن يفعلها أو ينقزها إلا بعون من الله سبحانه وتعالى فالإنسان إذا أراد الصلاح هيأ له أسباب الصلاح وإذا أراد الفساد والإفساد هيأ له وفتح له وأبوا بالفساد نريد أن نتحدث عن صور الفساد وآثاره ننتقل إذا الحديث عن محور آخر يتعلق بصور الفساد وأنواعه وآثاره ولكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن ظاهرة الفساد في المنظور الإسلامي المفهوم والآثار والعلاج دكتور وصفي قد لا يكون الفساد صورة واحدة أو نوعا واحدا يعني ربما هناك أنواع وأشكال وصور من الفساد يعني ماذا يمكن أن يقل عن صوره وأنواعه طبعا هذا سؤال مهم جدا ومحوري في هذا الموضوع والفساد له صور وأنواع متعددة وأشكال أبرزها الفساد العقد وقد أشرنا إليه قبل قليل وهو تصور الله سبحانه وتعالى على غير ما هو عليه من نسبة الولد إليه من تصوره بأنه سلاسة والله سبحانه وتعالى ذكر من تصويره بأنه فقير لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فهذا فساد في العقيدة والفساد في العقيدة هو يعتبر أخطر أنواع الفساد لأنه يترتب عليه فساد في التصرفات وفساد في السلوكيات وفساد في العبادة حتى يعني الإسلام بشكل عام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم كل شؤون الحياة فإذا كانت العقيدة فاسدة وهي الجزر الجزر المعتقدي والجزر الديني فلا شك أن ما بعد العقيدة سوف يكون فاسدا قد يتصور الإنسان أنه لن يبعث فخلاص يعني أفسد في الحياة كما تشاء يعني عربت في الحياة كما تشاء فليس هناك بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب أيضا الفساد في العبادة قبل العبادة الفساد في التصورات الفكرية هذا أمر خطير أيضا الإنسان قد يتصور أمورا في الأفكار وهي غير سليم غير صحيحة قد يتصور أنه من حيث العقيدة أن غير المسلمين يحبون المسلمين ويبني أفعال يعني هناك فرق بين الاعتقاد وبين السلوك والتصرفات أنا مع غير المسلم أتعامل معه بالحسنة وبالإحسان لكن لا أظن يوما ما أنه سوف يحب عقيدتي أو يحب ديني أو يحب شريعتي على الإطلاع هذا مبين في القرآن مبين في القرآن طبعا وهذا لا علاقة له بالتصرف والسلوك فالتصرف الحسن والسلوك الراشد المحسن مبزول لكل الناس عامة فضل عن المسلمين من فساد التصورات يأتي التجديد الله سبحانه وتعالى لماذا جعل على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها لفساد التصورات بعض الناس يقعون في فساد التصور يتصورون الجهاد بشكل معين يتصورون الله سبحانه وتعالى بشكل معين يتصورون الإسلام كعقيدة وشريعة بشكل معين يظنون أنه محبوس في الزوايا وفي أماكن العبادة فقط ولا علاقة له بشؤون الحياة مثلا فيبعث الله تعالى من يجدد هذه المفاهيم ويصحح هذه التصورات ويعدل هذه النظرات لتتسق مع التصور الإسلامي الصحيح وطبعا عندنا كتب في التصور الإسلامي كثيرة جدا منها كتب أو كتابان مهمة للأستاذ سيد قض مقومات التصور الإسلامي وخصائص التصور الإسلامي أيضا الفساد في العبادة بإدخال أمورا في العبادة أو بإدخال أمور في العبادة ليست من العبادة في شيء ودي بتسمى البدع سواء كانت بدع تركية أو بدعا إضافية إما أن يضيف للعبادة ما ليس منها أو يترك منها ما هو منها أو ما هو فيها الفساد السلوكي والأخلاقي وهذا هو المنتشر بين الناس وهو الذي يظهر ويتجلى ويعني ظهوره يكون أكثر ويكون أصرخ وأصرح من الأنواع الأخرى لماذا؟ لأنه بيتجلى في سلوكيات الناس في تصرفات الناس يعني الرشوة المحسوبية الكذب الغيبة النميمة السعي في الإفساد بين الناس والواقعة بينهم الاستئسار والأسرة والشح الانتفاع من المناصب العامة ومن المال العام كل واحد مسؤول في مكانه يعني ينتفع من هذا المكان ويستثمر المال العام في مصلحة الخاصة لو أذنت لي دكتور وصفي يعني أتيت على نقاطة مهمة جدا يجب أن نسأل يعني أنت ذكرت عن الأسباب المتعلقة بالهوى نشوء الفساد وتكون الفساد وذكرت صورا كثيرة جدا ومتنوعة من مظاهر الفساد لماذا لا يمكن رد الفساد إلى أصل أصيل وهو غياب الإمام الراشد مثلا ألا يمكن أن يكون هذا سبب كل فساد في المجتمع يعني طبعا هو طبعا الإمام الراشد مهم وضروري وجوده وغيابه يؤدي إلى كل هذا الفساد مش الفساد السلوكي فقط فساد في كل شيء فساد في تصور الدولة في تصور الإسلام نفسه الإسلام ينتقص ويغيب تغيب منه أحكام كثيرة في غياب الحكم ربما قضية الإمام الراشدية تجيبنا عن أسئلتنا التي حتى الآن ربما يعني لم نقدم إجابة وهي موضوع كيفية وأسباب نشوء الفساد هل يمكن أن يكون غياب الإمام الراشد أصل كل بلا لا 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 يمكن أن نقول هو أصل كل بلا لكن غيابه من الأسباب التي تؤدي إلى أنواع كثيرة جدا من الفساد نحن لا نريد أن نوجد شماعة نعلق عليها فسادنا الفردي كل إنسان مكلف من الله سبحانه وتعالى وكل إنسان مسؤول أمام الله عز وجل وكل إنسان مكلف بأوامر ونواهي الحاكم والله مهما فعل الحاكم إذا أرادت الرعية أن تفسد لن يستطيع الحاكم أن يصلحها لكن ثم تسؤال هنا دكتور لكن هذا ليس تقليلا من شأن الحاكم لا الحاكم مهم وبقرار واحد يمكن أن يمنع فسادا كبيرا لكن القانون الدولة أو القانون الإسلامي قانون المرور قانون المعاملات قانون المدنيات قانون التجاريات كل القوانين هذه يمكن أن يتفلت منها الإنسان يمكن أن لا يخضع لها الإنسان ما لم يكن عنده ضمير ديني واستحضار كيف يكون الضمير الديني في غياب الحاكم والإمام الراشد الذي هو يحفظ بيضة الدين وبيضة الإسلام وينشئ البيئة الإسلامية التي يلتزم بها الناس نحن عندنا عندنا الشريعة الإسلامية أحكامها كلها تصب في دوائر أربع الدائرة الأولى دائرة الفرد ما يتعلق بالفرد بالعبادات بالمعاملات الخاصة به بعلاقته بالله بعلاقته بنفسه بعلاقته بالناس هذه الدائرة تمثل 25% من أحكام الشريعة الإسلامية هناك دائرة أخرى من دوائر التشريعات الإسلامية دائرة الأسرة كل ما يتعلق بالأسرة خطبة زواج طلاق حضانة مواريث كل شيء يتعلق بالأسرة هو أيضا يمثل 25% كده 50% الأمر الآخر أو الدائرة الثالثة هي دائرة المجتمع ما يتعلق بالمجتمع من معاملات من سلوكيات من أخلاق من تشريعات من أمور مدنية من أمور خاصة بالدواوين بكذا بكذا إلى آخره الدائرة الرابعة هي دائرة الدولة التي تخص الدولة تمثل 25% أيضا من أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما يتعلق بالإمام الراشد فيها أو بالحاكم المسلم بشكل عام وهذه الدائرة رغم أنها تمثل 25% من التشريعات الإسلامية فإن لها دورا وأثرا في رعاية هذه الدوائر السلاس هي الأسطل الأصيب وفي حمايتها وفي حياطتها ورعايتها والقوامة عليها فالحاكم قيم على الرعية ويستمد هذا من اسم الله القيوم سبحانه وتعالى وحتى راعي الأسرة رب الأسرة الزوج الأب هو لماذا أسندت له القوامة القوامة ليس معناها القهر والتسلط والظلم للأسرة والزوجة والأولاد لا القوامة جاءت من القيام القيام على الأمر بما يصلحه ولذلك الله سبحانه وتعالى من اسمه القيوم هو القائم على هذا الكون هو القائم على هؤلاء الخلق هو القائم على دينه وأنبيائه وخلقه أجمعين بما يصلحهم وما يبعد عنهم الفساد وهذه هي القوامة الحقيقية هذه هي القوامة الحقيقية لذلك دكتور أنا أرجو أن يتسع صدرك لأن أقل لك آراء موجودة في الساحة الإسلامية الآن نحن بدون دولة إسلامية المسلمون منذ مئة عام منذ سقوط الدولة الإسلامية في إسطنبول قبل مئة عام نعم الخلافة الآن هناك علماء وهناك مدارس فقهية وهناك تدوين وهناك أحزاب كثيرة حاولت واجتهدت واتبعت كل الوسائل لإعادة الشريعة لكن مع ذلك أن المسلمين المجتمعات الإسلامية تزداد فسادا على فساد هذا أمر واقع ويقر به كل العلماء والعقلاء إذن هذا من يقول بأن الأمر مرده إلى إقامة الإمام الإمام إذا قام أقام الشريعة معه وأصلح المجتمع معه أليس نعود إلى النقطة الأولى والربع الذي تحدثت عنه الدائرة التي هي الأهم دائرة الخلافة الراشدة أو الإمام الراشد التي بصلاحها يصلح المجتمع كله لا يعني لا تستطيع أن تقول بصلاحها يصلح المجتمع كله بصلاحها تصلح أمور كثيرة ولا يتوقف صلاح الإنسان على صلاح الحاكم أبدا يعني يعيش عكس التيار المسلم ليوحده لا يعيش عكس التيار خد يكون الحاكم فسدا einzelه يقول الإمام الراشد نعم هل هذا عزر لي أن أكون فسدا لأن الحاكم فسد إذا سألن الله يوم القيامة لماذا لم تصلح وتصلح أقول له لأن الحاكم فسد لا أنا حدث عن الحاكم الراشد الحاكم الراشد طبعا الحاكم الراشد الحاكم المسلم بشكل عام والراشد على وجه الخصوص يعني تنصلح به أمور كثيرة يعني سيدنا عمر بن الخطة وهو أبرز حاكم في الإسلام وأعدى الحاكم وأعظم حاكم في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي بكر هل رعية عمر كانت صالحة مئة بالمئة؟ لم يكن فيها فساد؟ لم يكن فيها سرقة؟ لم يكن فيها زنة؟ لم يكن فيها استئسار بالمال الخاص؟ شيء نادر وقليل جداً بل لكن موجود حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ألم يولي النبي عليه الصلاة والسلام واحداً على الزكوات أو المال جلب المال وفي الآخر خلط بين المال العام وبين الهدايا التي وجهت إليه والنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وصعد وقال ما بل أحدكم نوليه على المال فيقول هذا هذا للرعية وهذا لي أفلا جلس في بيت أمه وأبيه فينظر ماذا سيهدى إليه؟ هذا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فأنا أقول الإمام الرشد مهم ومحوري وخطير وبغيابه تغيب أحكام شرعية كثيرة جداً وتغيب أخلاق وتغيب أخلاق كثيرة جداً وتغيب معالم إسلامية رئيسية في الحياة وفي الشريعة وتعطى الأحكام أيضاً لكن هذا لا يغيب دور الفرد وإلا دور الفرد ودور المجموعة والمجتمعات إذا غابت يبقى لن يكون هناك إمام راشد لن نستطيع أن نقيم حكماً إسلامياً ولا خلافة إسلامية يأتي عليها الإمام الراشد أو يتوله الإمام الراشد فنحن نريد أن نقيم الوزن بالقسط ولا نخسر الميزان هناك دور للفرد لا يعفى منه ودور الأسرة ودور المجتمع المجتمع يا أخي ظل حتى بعد غياب الخلافة الإسلامية ظلت هناك الأوقاف وظلت هناك المعونات وظلت هناك الكفالات للمسلمين بعضهم وبعض ظل المسلمون يصلون الصلوات وصمون رمضان ويحجون البيت ويزكون وكذا وكذا إذا غيبنا دور المجتمع ودور الفرد بحقة أن الإمام الراشد غائب فهذا يعني فساد في التصور الإسلامي أيضا ويعني يورد الأفراد والمجتمعات المهالك في الدنيا والآخرة فنحن نريد أن نعدل الكفتين طبعا ليس كما تفضلت للموضوع دكتور وأنه هو محاولة بيان والتركيز على أهمية هذه القضية وأن بإقامتها يقام الدين والأخلاق لا شك في هذا طيب قد يكون مستغربا دكتور وصفي أنه ربما تجد بيئة محافظة بيئة متدينة لكن حاوية لكثير من مظاهر الفساد وتجد بيئة أخرى غير مستمى أصلا لكن فسادها أقل من البيئة المستمى المتدينة هل من تفسيرا لهذه الظاهرة؟ يعني شوف هو حتى منظمة الشفافية التي تفضلتها بذكر تعريف الفساد عندها في بداية الحلقة قالت أن تصفير الفساد لا غير قابل للوجود تصفير الفساد غير ممكن بمعنى أن يكون الفساد صفرا في أي مجتمع من المجتمعات لماذا؟ لأن هذه المجتمعات يحيى عليها بشر والبشر دائما يتصفون بالنقص ويتصفون بالتظالم ويتصفون بقلة العقل أحيانا أو أحيانا كثيرة كمان وليست أحيانا فقط من أين يأتي الخلاف؟ من قلة العقل من اختلاف التفكير اختلاف زوايا النظر من النفوس التي ليست هي سوية وليست سليمة وحتى يخيل الإنسان أنه صالح وهو فاسد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سبحان الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فرعون بجرائمه وجبروته وطغيانه والدعائه لألوهية ماذا قال عن موسى عليه السلام وقال فرعون زاروني أخت الموسى وليدعو ربه ليه يا مجرم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يا سلام موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل سيظهر في الأرض الفساد ويبدل الدين في وجهة نظر فرعون ودي طبعا حجة كل الطغاه والمجرمين في كل عصر أنه مصر ضد أهل الصلاح يصورونهم على أنهم فاسدون وتتهجم عليهم الأجهزة الإعلامية بأنهم مفسدون وبأنهم سيغيرون الدين ويبدلون الأمن وأنه لا أمان ولا استقرار إلا بيوجود الطغير كما حصل لوت يعني أنهم قوما يتطهرون بالضبط إنه أخرجه آل لوت من قريتكم إنهم أناس فهذا أيضا من فساد التصور يخيل للإنسان ودي من آثار الفساد إنه إنحراف للسلوك والتصور وطول العهد به بالضبط لطول العهد به فنحن نقول هنا أن الفساد واقع لا محالة لكن المعادلة هنا أننا يجب أن نقلل من آثار الفساد نقلل من وجود الفساد نضيق الموارد التي يأتي منها الفساد نمنعها أصلا إن استطعنا إلى ذلك سبيل وما دام هناك بشر فلا بد أن يكون هناك فساد لكن السؤال ما حجم هذا الفساد هذا الفساد يجب أن يتضيق لأبعد الحدود لأن الشريعة كل تدابير الشريعة الإسلامية على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع على مستوى الدولة على مستوى الأمة على مستوى الإنسانية كلها جاءت لتكسير المصالح ولتقليل المفاسد الإمام المتيمي يقول قيد جميل هنا جدا يقول بحسب الإمكان بحسب القدرة البشرية وهذا يعطيك إشارة إلى أن الفساد تصفير ومستحيل لا يمكن أن بحسب القدرة القصوى طبعا بحسب القدرة القصوى بحسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والتكليف كما نعلم منوض بالاستطاعة ومنوض بالقدرة لا تكليف إلا بمقدور ومستطاع طب الأثار إذا ما حصل الفساد ووقع الفساد ما الأثار التي يمكن أن نتحدث عنها التي سيخلفها سواء في الفرد أو في المجتمع نعم طبعا الفساد الفساد هنا فساد عظيم جدا على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة كلها كما قلنا قبل قليل الفساد السلوكي على مستوى الفرد الفرد يفسد سلوكيا ويفسد بعد الفساد العقدي يفسد عباديا ويفسد أخلاقيا وسلوكيا يمارس الشزوز يمارس الرشوة يمارس الكذب يمارس التدليس يمارس الوقيعة بين الناس عن طريق الغيبة والنميمة وهذا يهتك العلاقات ويفسد كلها هذا من صور الفساد لا دي من الآثار ألا يمكن قول دكتور وصفي أنه من الآثار زوال الأمم وتفككها والله يشوف هو الفساد يؤدي إلى تدويل الدول يعني كل الدول التي سقطت في تاريخنا الإسلامي وما قبل تاريخنا الإسلامي من أسباب سقوطها الفساد لا شك في هذا والطرف والطرفيه الزائد والشح النفسي وحب الزات والدوران حولها والعمل على المجد الشخصي والمجد النفسي بعيدا عن مصالح الأمة والمصالح الحقيقية التي تخص الشعوب أو الرعية فهذا كله لا شك من أسباب إدالة الدول وتلك الأيام نداولها بين الناس لكن يوم القيامة هناك مصير سيء ينتظر الإنسان الفاسد الذي فسد في الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسر في سورة البقرة وفي سورة الرعد أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الإنسان الفاسد في الحياة الذي يفسد في الأرض سواء فساد فردي أو فساد جماعي هذا نتيجته يوم القيامة الخسران والله تعالى بيّن حقيقة الخسران في القرآن الكريم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الإنسان إذا دخل النار ماذا بعد ذلك ولهذا كانت الآية مزيلة بهذا القول العظيم وذلك هو الخسران المبين لا يوجد خسران أبيا من هذا ولا أعظم من هذا إذا خسر الإنسان نفسه وهذا من تصحيح المفاهيم القرآن الكريم والسنونا بوية تصحيح المفاهيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درها ملها ومتاء ولا متاء قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وأكل مال هذا واعتدى على هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار فذات تصحيح المفاهيم الخسران ليس معنا أنك تخش تجاره وتخسر أو أن أنت تبني بيت والبيت مثلا تحدث له جائحة أو كارثة فليس هذا هو الخسران ليس مسألة مادية نعم الخسران الحقيقي هو هذا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم والمشاهدين جميعا سر هذا الخسران المبين أيضا نعم أرجو المعذرة دكتور أن الوقت أدراك أن أبقي معنا القليل من الوقت وثم موضوع مهم يجب أن نسألك عنه وهو طالما أن الفساد على هذا القدر الكبير من الخطورة وأن نتائجه هو زوال الدول وغيابها وتفككها كيف عالج الإسلام هذه القضية كيف تعامل معها وهل ثمت مستويات للتعامل مع الفساد في الإسلام نعم الإسلام طبعا عالج هذه القضية ببيان حجم الدنيا الحقيقي وحجم الآخرة الحقيقي وقال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال وأما من خاف مقام ربه خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال وإن الآخرة لهي دار الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياة الدائمة الكاملة الشاملة إنما الحياة الدنيا في سورة الكهف قال هذا وفي سورة الحديد كمثل غيس أعجب الكفار نباته غيس نازل من السماء أعجب الكفار نباته ثم يهيج الزرع يهيج فتراه مصفرا شوف المراحل كأنها تمر مرور صعب ومرور سريع جدا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني وعدين باب يجيب الذي يستحق السباق والهرولة والجري وراءه سابق إلى مغفرة من ربكم وجنته فالقرآن هنا بيّن حجم الدنيا الحقيقي وبيّن حجم الآخر الحقيقي الإسلام هنا رسالة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قال إنما جئت لأتمم مكرم الأخلاق وهناك أحاديث بلغت حد التواتر المعنوي تبين منزلة الأخلاق وإن من أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة أحاسينهم أخلاقا الموطأون أكنافا الذين يألفون ويألفون فهذه المنزلة العظيمة التي يتطلع إليها كل البشر لا يمكن أن تتحقق لفاسد أو مفسد في الأرض لا يمكن أبدا لكن معذرة أريد أن أسألك عن الفلسفة التي تباعها الإسلام في مكافحة هذه القضية هل تقوم على مبدأ الوقاية أم أنها تقوم على مبدأ المكافحة هل ضيق مجاري الفساد ثم من الناحية الأخرى شدد في العقوبات على المفسدين يعني الفلسفة العامة للإسلام في معالجة هذه القضية الإسلام لا يفرق بين هذا كله وقد فرض أمورا ودبر تدابير وشرع تشريعات للوقاية وفي نفس الوقت للمعالجة وللمكافحة معالم هذه المنهات أولا غرس الإيمان الصحيح في القلب وبراز وتكبير الأمور الغيبية والإيمانية في الإنسان الإنسان إذا أفعم قلبه بالجهاد وأصبح مسكونا عفوا بالإيمان وأصبح مسكونا بمراقبة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يقدم على فساد إلا في غفلة أو إلا في القهر والإكراه إلى آخره الإسلام هنا كما قلنا رفع منزلة الأخلاق لأنه هنا إذا لم يصلح الإسلام الإنسان من الداخل لا يمكن أبدا أن يغني عن ذلك قوانين ولا تشريعات فالإنسان يوجد هذه الآليات في الإنسان بالعقيدة الصحيحة بالأخلاق الفاضلة بالسلوكيات الراقية وبالتعامل الراشد بين الناس والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة في هذا هذا هو أصل يعني كما نقول أن أصل الأمن هو الأمن النفسي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا هو الأمن أولئك لهم الأمن هذا هو الأمن النفسي الحقيقي الإيمان هو الذي يثمر الأمن النفسي إذا حتى لو الإنسان معتقل حتى لو الإنسان مسجون حتى لو الإنسان بيعذب وعنده قلبه معمور بالإيمان ومسكون بحب الله سبحانه وتعالى ورسوله والدار الآخرة لا يمكن أبدا أن يقلق لا على رزق لا على أجل لا على حد بيهدده أو بيطرده حتى لو كان في المعتقلات النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار يا أخي هو صاحبه كان في الغار وهم فوقهم وهم فوقهم لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله سالسهما يا أبا بكر إن الله معنا إن الله معنا ما الذي حدث فأنزل بالفاء فأنزل الله سكينته عالي تعقيبية تعقيب مباشر بسرعة على طول سيدنا موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه بالفاء مباشرة مدام الإنسان معمورا بهذه المشاعر وبهذا الإيمان فهذا هو الأصل في بناء الإسلام لتكفيف منابع الفساد وتكثير منابع الصلاح والإصلاح إذا ارتكبت مشكلة بعد ذلك إذا وقع فساد من الإنسان بحكم بشرياته بحكم طمعه أحيانا وجشعه بحكم حرصه على الدنيا وحبه للمال المفطور عليه الخضوع لمزالك الشيطان الخضوع للأصدقاء السوء إلى آخره نعم الإسلام رتب عقوبات على هذا الإسلام رتب حد السرقة قطع اليد للسرقة الإسلام رتب حد الحدود حدود كثيرة من أجل ماذا؟ من أجل مكافحة الجرائم ومكافحة هدم مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة كلها اجتماعية يعني حفظ النفس اجتماع حفظ المال اجتماع بين الناس حفظ العرض أعراض المسلمين وأعراض غير المسلمين حفظ العقل هو أيضا خص بالإنسان والإنسان هو عمدة هذا الاجتماع البشر وعلى رأسهم حفظ الدين وعلى رأسهم حفظ الدين طبعا لأن الدين هو المنظم لكل هذه الأمور الاجتماعية وغير الاجتماعية فنحن عندنا الإسلام هنا يشرع تشريعات لإقامة الإنسان والناس بشكل عام على سنن الصلاح والاعتدال والاستقامة وفي الوقت نفسه إذا فلتت من الإنسان بعض المفسدات أو بعض الفساد فإن الإسلام له تدابير رادعة ومعالجة لهذا الفساد الواقع عن الناس أحسن الله إليك دكتور وصفي على ما أفضت به في هذه الحلقة رمك الله مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفية الكريمة دكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية الشكر الأكبر لكم حضراتي المشاهدين دمتم في حراسة الله السلام عليكم عليكم اشتركوا في القناة